وإدانتها بأشد العبارات لا أحد كان يرغف مثل هذا التصعيد ونرفض بشكل كامل أي عنف ضد المدنيين وبلا مواربة فقتل المدنيين وترويع الآمنين غير مقبول كوسيلة للتحقيق غاية سياسية سامية مثل الاستقلال أنني أدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإلى وقف هذا التصعيد الخطير حتى لا ننزلق إلى ما هو أشد خطورة وبما يعرض استقرار المنطقة بأسرها إلى تهديد جسيم إن المجلس الموقر عبر مراراً خلال الأعوام الماضية عن مواقف واضحة تحذر من اقتراب الأوضاع في فلسطين المحتلة من حد الانفجار التصعيد الجاري ليس وليده اليوم ولكن له أسبابه الجزرية المعروفة للجميع من إنكار الحقوق الفلسطينية واعتبار الفلسطينيين من كل الألوان السياسية في الضفة الغربية أو غزة مشكلة أمنية لا أكثر وخلق نظاماً للاحتلال يقوم فعلياً وبجهادة الجميع على نظام الأبرتايد والقضاء على حل الدولتين كل يوم عبر الاستيطان المستمر وقدم الأراضي هذا كله أدى إلى خنق الأمل في أي أفق سياسي وأوصلنا إلى النقطة المؤسفة والخطيرة التي نقف عندها اليوم لقد تبنت الدول العربية كذلك وعبر السنوات الماضية طريقاً لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس مبادرة السلام العربية ووفق صيغة الدولتين أنها الصيغة الوحيدة التي توفر الأمن للجميع والسلام للجميع والاستقرار للمنطقة ولكن للأسف اعتبرت إسرائيل أن الاستيطان مقدم على السلام وأن الاحتفاظ بالأرض أهم من صيانة المستقبل للأجيال القادمة وأن الوضع القائم يمكن أن يستمر للأبد وأمعنت حكومة الاحتلال حكومة إسرائيل في قمع الفلسطينيين واستفزازهم وأطلق بعض رموزها العنان لخطاب الكراهية والتحريض وأقول باختصار هناك طريق يوفر حياة كل المدنيين إنه المصار الوحيد العقلاني الذي يصون الحياة والأمن والمستقبل لأبناء الشعبين إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود سبعة وستين وعاصمتها القدس الشرقية أتمنى أن يعلو صوت الحكمة على نداءات الانتقام أرجو أن تتوقف دوامة العنف فورا لأنها لن تفضي سوى للمزيد من المآسي والآلام وقد تخرج الأمور عن سيطرة أي طرف على نحو لا يمكن التنبؤ بمآلاته أو تبعاته على الجميع أتطلع لليوم الذي أنعم فيه الجميع في فلسطين وإسرائيل في دولتي فلسطين وإسرائيل بالأمن والكرامة والحرية للدولتين دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام الأجيال الجديدة تستحق العيش بعيدا عن دوامات الكراهية والعنف ربما تذكرنا هذه اللحظة برغم كل ما تحمله من مخاوف وآلام بأنه لا مهرب من استحقاقات السلام وأن انسداد الأفق السياسي لن يفضي سوى إلى جوالات متكررة من العنف ونعدام الاستقرار شكرا لحسن الاستماع